كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان وحديثنا استكمالا لصورة الفجر وانتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا هنا الله يرد على من يظن أنه إن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا إنه لكرمه عند الله سبحانه وتعالى وكرامة له أكرمه الله ولكرامة عند الله وأيضا رد على من يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق عليه في رزقا ولم يوسع عليه إن الله يهينه فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للمال سواء التوسع أو التضييق ليس فيها لا إكرام وليس فيها إيهانه لماذا؟ لأن الكفار بعضهم أعطاه الله أموال لتأكلها نيران وليس هذا لكرامتهم عند الله وقد يضيق الله على بعض المؤمنين وليس ما عنده لا شيء يسير يعني ليس مثل هذا الذي عنده أموال هائلة وطائلة فبالنسبة للمال والرزق هذا ليس فيه لا إكرام ولا إيهانه الإكرام فين يكون الإكرام؟ الإكرام إذا أعطاك الله دين أكرمك وإذا حرمك الدين أو لوم يوفق له فقد أهانك ومن هنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في الآيات التي بعدها هذا الإنسان الجاهل الشقي أعطاه الله أموال طائلة فهذا الإنسان لهذا قال كلا بل لا تكرمون هذا الإنسان الجاهل لا يرحم يتيم ولا يحض على طعام مسكين وعنده جناية ثالثة يأكل التراث التراث هنا هو المراث أكل لما يعني كثيرا ومشكلة الورثة في العالم الإسلامي كله إن في ناس يبغى يأخذ ما ليس له ولذلك في هذا الإنسان الشقي اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى يقول ليس المال هو الإكرام إنما المال هذا هذا الإنسان لا يرحم لا يعطف لا يحسن بل إنه يتجاوز ذلك إلى حقوق الآخرين ويظلمهم وفي النهاية عقب ببيان سبب لماذا لا يرحم لماذا لا يعطف لماذا لا يحسن قال وتحبون المال حبا جما الإنسان إذا أحب المال سلط الله عليه شح يكون شحيح ما يرحم لا يعطف لا يحسن بعدها الله سبحانه وتعالى يقول كلا هذه تأتي بمعنى كلا حقا أو تأتي بمعنى ردعا وزجرا حقا يعني ردعا وزجرا يعني حقا ستعلم أيها الإنسان المغتر الذي اقتر بماله ولا يرحم ولا يعطف ولا يحسن ويحب المال حبا شديد ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا و ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا يعني انهدت وسويت الدك هو الهد مع التسوية تنهد الأرض يعني ما يبقى عليها لا جبل ولا شجر ولا حجر ولا مرتفع ولا بنيان وتصبح أرض مستوية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ستعلم يا من لا ترحم يا من تجبرت يا من تكبرت يا من يحب المال حبا شديد ستعلم إذا دكت الأرض وجاء ربك طبعا مجيء الرب يوم القيامة هو من أصعب مراحل القيامة لأن الناس إذا وقفوا في القيامة ستدنوا الشمس من رؤوسهم وينصهرون في الحر حتى ينزل العرق في الأرض سبعين ذراع ثم يرتفع مرة ثانية العرق هذا ويكون على حسب عمل الإنسان فيتضايق الناس فيطلبون الشفاعة وتأتي الشفاعة الأولى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل يعتدر يوم القيامة يقول النبينا عليه الصلاة والسلام أنا لها ويشفأ إن الله يقضي بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا طبعا مجيء الرب يأتي في ظلال من الغمام والملائكة والملائكة قد طوقت أهل الأرض سبع صفوف ولا يجد الإنسان يوم القيامة إلا موضع قدمه وجيء يومئذ بجهنم تأتي جهنم والملائكة مع سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف وهم يجرونها وهي تزفر الزفرات ويكفي أن النار هذه لها إدراك ولها إحساس وتبصر وتتكلم وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا والزفيرة وتشهق وتفور وتتكلم حتى أنها تقول وكلت بثلاثة وتبصر وهذه مخلوق عجيب وغريب وعظيم وإذا رأها الناس يقول الإنسان الفاجر لأن الناس ينقسمون إلى قسمين يقول الإنسان الفاجر المفرط يقول وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان في تلك اللحظة يتذكر الإنسان أنا كنت مرة أقرأ في سورة الصاد لا في سورة فصلت فإن يصبروا فالنار مثلا لهم وإن يستعتبوا أمامهم من المعتبين هو الشاهد يعني إذا دخلوا النار انصبروا سواء صبر أو لا صبر هو في النار وإذا طلب الرجعة والعودة ما لها فهم يتذكر الإنسان بعد فوات الأوان يريد يقول يا ليتني قدمت لحياتي هذا الإنسان مفرط أما الإنسان المستعد المؤمن فهنا يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي الرجوع هنا قالوا إنها ترجع الروح إلى الجسد ترجع إلى ربها وترجع إلى خالقها وترجع إلى بدنها وترجع راضية عن ثواب الله وكرامة الله لها مرضية تكون مرضية يعني الله راضي عن عملها وعن إيمانها راضية بثوابها وراء مرضية أيضا الله راضي عنها عن إيمانها فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي وادخلي جنتي هذا نهاية الإنسان المستعد المؤمن وقبلها نهاية الإنسان المفرط يتمنى أن نقدم لحياته أسأل الله أن يجعلنا من المستعدين لهذا اليوم العظيم وأن يجعلنا مما يخاف الله ويتقيه ونسأله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده وأن يرزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليوضيء ظلام الديجور ليوضيء ظلام الديجور